أخت كريمة بتقول عندي استفسار في السكن اللي أنا متواجدة فيه اتجاه القبلة بالضبط بيشير إلى دورة المياه أعزكم الله فكنت بحاول أدير سجادة الصلاة بعيد عنها في القبلة فبقيت يعني القبلة إلى حد ما بقيتش في مكانها يعني هي مش بحتى محاذاة لا ده انصرفت خالص عن القبلة عشان هي مش عايزة تواجه دورة المياه فإلى حد مش في مكانها فأنا مش عارفة أعمل إيه هل أصلي وعادي وما فاش حرمانية ولا ممكن مثلا أقفل السطارة اللي قدام الحمام مع العلم أن دي المساحة المتوفرة ليا في السكن أني أصلي فيها لضيق المكان بص يا سيدة الفاضلة هو تقرر عند استقبال القبلة ده شرط من شروط إيه؟ شرط من شروط صحة الصلاة يعني لو ما استقبلتش القبلة وصليت في غير اتجاه القبرة صلتي بطولت لبا ده شرط من شروط الصحة شرط من شروط صحة الصلاة زي إيه؟ زي ستر العورة وتهارة السوب والبدن والمكان ما ينفعش المرأة مثلا تصلي كاشفة عورتها أو الرجل في أثناء الصلاة وهكذا والطهارة كل دي شروط صحة الصلاة المطلوب عند جمهور الفقهاء هو ضرورة استقبال القبلة ولو من دون إصابة العين إصابة عين الكعبة المقول إصابة العين يعني إصابة عين الكعبة لو تبقى كده الكعبة ليه؟ الجمهور قال لك حتى لو لم تصب العين وكاد شوية حتى فيه اتجاه الكعبة المهم يتحقق بإصابة عين الكعبة أو باتجاه الكعبة بينما يعني نبقى عارفين إنه اشترت الشافعية ضرورة إصابة عين الكعبة بالاجتهاد لذلك قدر الطاقة ده بس بنقولها من جهة التأصيل العين كون دورة المياه دي إنها في طريق القبلة بتاعتي في البيت عندي بحيث إن لو حضرتك حبيتي تصلي أو إذا أراد المصلي عندك استقبال القبلة كان واقف في محازات دورة المياه أو الحمام فده غير مؤثر لإن إحنا بنعيش في مكان المكان ده ليه حوائط وليه أبواب الحوائط والأبواب دي تحجز دورة المياه عن باقي الشقة اللي حضرتك قعدة فيها وبناء على ما سبق لا يجوز الانحراف عن جهة القبلة لأجل هذا الأمر والصلاة صحيحة إن شاء الله لأنك كمان انحرفت انحرفت تام ما بقيتش في اتجاه القبلة ولا في عين يعني نظر عينك على الكعبة ولا في اتجاه الكعبة لأنت روحتي بعيد خالص عن القبلة فبالتالي اختل شرط من شروط صحة الصلاة فاتجه إلى القبلة وكما عندك في البيت ونسأل له سبحانه وتعالى القبول